خمسة ألاف طن من البطاطا مكدسة منذ شهر ديسمبر الفارط في غرف تبريد على مستوى بلدية حمد بولاية بمرداسة مخزون عثرت عليه فرق التفتيش التابعة لمصالح وزارة التجارة في إحدى غرف التبريد المتعاقدة مع الديوان الوطني المهني المشترك للحوم والخضر نحن كأعوان التجارة تعرقبة للحد من المضاربة في أسعار ومنع الاحتيكار تعمادة البطاطا لا سيما الأسعار تعراه ملتهبة ليامتادو تواجدنا هنا عند المتعامل الاقتصادي هنا في مختصف التخزين على البارد هنا واجدنا كمية تقدر بحوالي خمسين ألف قونطار وللاستفسار أكثر وصيد صرح لنا بأنه متعاقد مع الديوان الوطني للخضر والفواكه هذه الكمية تأتي لتضاف إلى واحد وعشرين ألف طن التي أكد وزير التجارة بالنياب عبد المجيد تبون أنها مكدسة في غرف تبريد عبر بعض ولايات الوطن والتي تسببت في ارتفاع أسعار المنتوج في الأسواق نتيجة المضاربة بطاطا صح نحن خبرونا بلي فيه هم جماعة حقيقة واحد هو اللي مترأسها ولكن هم جماعة خزنوا واحد وعشرين ألف طن بطاطا وجدنا في عين دفلا وجدنا عندهم غرف تبريد عندهم ديكاف عندهم كل شيء وفي وقت تشهد أسعار البطاطا التهابا بسبب الندرة تتواجد أطنان من هذه المادة الحيوية مكدسة في غرف التبريد والحجة أنها مخزون استراتيجي بأمر من وزارة الفلاحة تحسبا لشهر رمضان تحقيقة معمقة فتحتها مفتشية التجارة لخميس الخشنة حول الخمسة ألاف طن المخزنة بحمدي في وقتين تعمل وزارة التجارة على كشف غرف التبريد التي تكدس البطاطا تعمد وزارة الفلاحة على عدم إخراج بعض المخزون بحجة الاحتياط الاستراتيجي ليبقى المواطن البسيط ضحية لسياسات الدولة من جهة وجشع المضاربين من جهة أخرى ترجمة نانسي قنقر